موسيقى السلام عليكم معكم سي او سي راي وهل مرة بنسوي قيملة تعليمي القيملة هذا مول للجلد او للدرعمة ولكن بيكون للفوز شو تسوي او كيف تتحرك لو كنت تتفوز الي ليده قام الجلد و قلت له تفرح سوي عن قريب بس نفس ما قلت لكم المقطع هذو الشرح للفوز طيب او شي بتلاحظوا ان نزلت مكان مرة بعيد وهي خطة حلوة لو انك تدفوز وحتى لو انك اللعب محترف وهذا اول جيم تلعب اليوم فما سحك ابدا انك تنزل اول خليطة او في تلتد لانك لازم تحمي وتتعود على عدداتك قبل ما تبدأ اي جيم فان سحك تنزل بعيد وتجمع موارد وتلوت وتدخل في جو اللعبة وكمان نقولكم ان هذا كان اول جيم اللعب لما بدل تصوير بتلاحظوا اخطاف البناء او ردات فعل ابطة المهم المكان اللي انا رايح لانصحكم فيه وبقوة لاني جد خطير اولا في لوت ثاني شي فيه موارد هو شي حلو مرة واخيرا جنب المكان في رفتات وفيه طيارة حتى يعني مكان حلو مكان مرة حلو عشان تبدأ في القام اول ما نزلت سمعت وتلعب ثاني وشكله ما كان متوقع ان احد ينزل معه اه ما بشرح لكم الايصار على طول الصندوق اخذ السلاح واموري طيبة لوت البيت بسرعة ورحت للشي الاهم وهو الموارد لوت اذا تفوز فلازم يكون معك موارد وحتى لو كان ببناءك ضعيف عندي حركة حلو كثير رح ستخدمها طول القيم مرة غصبت نفسي عشان نتخدمها وفا اريدك تتعلمها والمهم منشوفها بعدين بعد ما لوت المكان وجمعت شوية موارد رحت للمكان الثاني اللي قريب من ذا بلوك انصحكم بترتيب انك تنزل البيت الكبير هذاك وبعد تجي نفس المكان انا رايح له صندوقين عند الشاحنة يعني شي مرة اسطوري وبعد تحركت البيوتة اللي قدامك ولوتها انت كذا بديت قيمك مية بالمية صح مكان بعيد لوت حلو موارد خشب فل يعني مو ناكسك اي شي عشان تفوز يمكن الشي الوحيد اللي كده احتاجه وقته هو شوية تهلثه ودروح الزون كان بعيد وكنت اقدر اروح للرفتات اللي ورا واخذ واحدة وتوصلني للزون او اخذ طيارة دايما دايما خذ الطيارة لان كنت طائر بالرفت تدميجك بيكون اسهل من لما تكون راكب طيارة وثاني شي يمكن للزون الثاني بعيد لذا الطيارة بتوصلك ابعد غير انك تقدر تكتل فيها اللي ضدك المهم رحت للزون وكنت حاط عيني على الحافة دايما لا تروح لنص الزون روح للاطراف اللعب على الاطراف لو انك تبت فوز خليك على الطرف كنت نزل من الطيارة عشان نجمع موارد اكثر بس شفت لعب وهنا الغلط اللي يسوي اكثركم ان يحاول يهرب صح ان انا نريد نفوز بس لو انك هربت بالطيارة لا تنسى ان يقدر يطلق ودمجك وممكن حتى ان يفجر الطيارة واهم شي احنا نريد ننظل على الاطراف وما نريد ندخل بالطيارة في نص الزون لذا على طول شوف انك واحد محترف حتى لو لعبك ضعيف خليه حسب العكس على طول انا دخلت لها بالطيارة وقدرت ادمجها مرة بس طبعا ما راح نزلها بغباء تركت الطيارة واخدت ال High Ground اقوى شي ممكن يسوي ان يكون معي ال High Ground المهم الحين هو خلاص راح فيها حاولت ادمجها بس طاح حاول يلف من الجبل بس هال مرة قدرت ادمجها الحين انا متأكد انه ما عنده دروع وهو ما دمجني ولا مرة فما يعرف انه هي سي ناقص لذا على طول درعا ادخل لها وقتل لا تستنى انا تركت ال High Ground لانه زون الثاني جاي فلازم اخلص الفايت نزلت لها بس ما قدرت اضربه وهنا اخذ عليه بتلاحظوا شي اسوي كل شوي انه كل ما احس ان ال High Ground عنده فعلى طول اسكل على نفسي هذا شي مرة قوي وهذه الحركة اللي اكلمكم عنها في داية القيم انك تسكل على نفسك شي مرة قوي لانك كذا انت تتحكم بالفايت تتحكم بالوقت تتحكم بكل شي مرة واذا لزدك مدمج يكون احسن كمان المهم ساوت غلط ملاحظة الدرجة الفوقي وقدر ادمجني في الاخير حركات ال High Ground التفافة 90 قدرت اكتلة واذا تلاحظوا نمسوي ميكس بين البمبو والديقل شي ما اصحكم فيه الا اذا امك كان مضبوط مرة قدر اعملي لاعب ثاني على طول بس هنا هديت وما حاولت اخذ ال High Ground لان لو حطيحنا بنروح فيها او انا بروح فيها لان ما عندي مظلة المهم قدرت اضرب الضربة الاولى وها شي اعطاني افضلية حلوة كثير لاحظت ان الازدي دخلت بنائي احتل على طول وحطت الاتراب وخلصت الفايت مرة ثانية حركت للزون واخت طيارة طبعا حطت عاني على الجبل اللي في الزون افضل اما كنت روح لها في اللعبة لما يصغر الزون تكون على الجبل طبعا لان ال High Ground شي مرة قوي المهم شفت لاعب وما قدرت تدمجها وظل يطلق على الطائرة بيفجرها فرحت فوق على طول لان ما عندك كثير موارد وحاولت تدمجها دايمن وانت تلعب حط عينك على مواردك لانها اهم شي في اللعبة المهم درع من اللاعب وتأكدت انها محد وراي رحت لها وحاولت اخذ ال High Ground Jump او القفز الجانبية وما ضبطت اول شي تشوفوه اني سكرت على نفسي دايمن اسمعني دايمن سكر على نفسك دايمن لو انك تتفوز طبعا اما القتلات وغيرها ما يخصنا فيها تريد تتفوز تعلم كيف تتكل على نفسك هاي شي اسمه ترتلينج او حلقة السلحفاء انك تتكل على نفسك من كل الجهات اقوى شي ممكن تستخدمه في اي فايت ما عندي موارد ظلي تحت بناء اللي ضدي لا تحاول تتهور وطيح البناء لانه ترى مو باني لفوق مرة فلو بدت تكسر راح ينزل لك يعطيك بالبام لذا مثل ما تشوفوه بدت امشي وانا قاعد وهالشي بيخلي ما يسمع خطواتي ورح تحت البناء وبدت اكسر شجر عشان شو عشان سكر على نفسي كذا انا موري طيبة ليل ما جاء واحد بالطيارة والمهم صارت خربطة بس اهم شي اني حاط عيني على لذدي وهالشي خلاني ادمجها شكله كان مرة مدمج في واحد ثاني قتله الحمدلله قدرت اخذ اللوت واحد ثاني بدأ نعملي من اليسار شو سويت سكرت على نفسي كذا هما بيسحبوا علي رح يضربوا مع بعض واقدر بعدين اني اقتلهم بسهولة لنهم يدمجوا او حتى اقدر اطلع من الفايت بدون ما ينتبهولي بأس 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 بالتحدث بأس بأس حضرت لانش و روح للزون لان افضل شي تسوي عشان تفوز انك اظن في الزون لو تكون دايما منتبه للزون تقدر تفوز بسهولة طيب هنا ما عندي موارد وفي لاعب اللي حقني خليك هادي دايما احاول تعرف شريد يسوي لضدك واو الشي انا قلتها يمكن يكون معا سنايبر ويستنان يطلع رهز ولا شي في بديت اطلق واتحرك عشان ما يجيبني بس ما سوي ولا شي يوم ما يكون عندك موارد حاول تقرر مسافة بينك وبين لضدك قد ما تقدر كل ما كنت اقرب كان احسن دخلت معا في معركة بناء بس اتذكر انه ما في موارد فلازم تخلص الفايت بسرعة و مرة ثانية اقولكم لو انك تلعب عشان الفوض تعلم تسكر علي نفسك للحين هو دمجني بس لما سكرت عن نفسي ما عرف شو يسوي لدرجة انا دخل بنائي يعني اغبى شي ممكن تسويه وقدرت اخلص عليه بسهولة كان في دروب في الزون واذا كانت اندمج وشفت الدروب دايما روح له لو شفت انه ما حد قريب الدروب راح يساعد كثير ذاكر انا الطريق الوحيد عشان تفوز انه كل اللي ضدك يموته يعني ما تقدر دايما تزبن احيانا لازم تطلع وتكتل في لعب برزون وقدرت ادمجه وتقريبا شلت الدروعه هنا لازم تلعب بقوه اذا دمجت بالاول درعم على طول ابني ودرعم لنا بتوتر وبيكون اسهل انك تكتله لو كانت زان في الهاي جراند ومعك لانش باد استخدم على طول لان يمكن ما تحتاجه لكي حتى المهم وانا رايح للزون سماعت لاعب جنبي على طول بدون تفكير بنيت واخدت ال High Ground ولا تنسى ان في لاعب ثاني ضدك خليك منتبه كم لاعب باقي في الجام عشان ما تتحمس و تحمس بزيادة يعني وتطلع جسمك وفجأة تبلع ضربة سنايبر طيب اللاعب الاخير مات باللحظ وباقي واحد ضدي بدل ما انزله وانا ما ادمجته ولا اعرف كم باقي لهلث على طول رحت للزون باللونش اللاعب لاحقني فعلى طول ال High Ground لان اخر واحد وشكله كان مرر من توتر ومتدمج قتلته بسهولة وكذا كنت تعلمني شيء اساسي وهو اللي دا وصلنا من هذا المقطع وهو انك تتعلم تسكر على نفسك لانها اقوى وهو حركة موجودة حاليا بس لازم هتقارن شوي لذا انصحك تروح وتشوف مقطع حركة في الحفاء او مقطع في اللوغروند واللي بحطهم لك في الوصف فيهم شرح كامل لحركات هذه وهذا مقطعنا اليوم انشاء الله يكون عجبكم ونطف تزير اللايك ولا شارك لو ما شاركتو ولو انك حب تدعم لي تتعلم القناة فلانسة تحط كوز المتجر سيئ عندك 3 حرف بس SEO لو حطت عندك في المتجر وشاريت اي شيف صراحة اكبر دعم ممكن تسوي اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة اشتركوا في القناة